موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى نشرة الرابعة بتوقيت السعودية التي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج هذه أبرز عنواني اليوم وصل أول دفعة للقاح كورونا إلى السعودية التوزيع خلال ثلاثة أيام ومائة ألف شخص تقدموا للحصول عليه وزير المالية السعودية يكشف تفاصيل قرار الحكومة بالحفاظ على وظائف مواطنيها في القطاع الخاص خلال الجائحة الملك سلماني يعتمد ميزانية السعودية العامة وتوقعات بنمو يتجاوز ثلاثة في المئة خلال العام القادم الرابعة أيضا الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب ثمانية ملايين حبة كيبتاجون قادمة من تركيا ومنظمة اليونيسكو تعتمد الجبال الصناعية كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكتها العالمية أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيع عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء مؤكدا أن اللقاح سيكون متاحا للجميع بمن فيهم مخالف نظام الإقامة سعدني أن أبشر الجميع المواطنين والمقيمين بوصول أول دفعة من لقاح صباح هذا اليوم وهذه عينة من اللقاح وسعيدين حقيقة بتواجدها وإن شاء الله تكون بداية لانفراج الأزمة من مشيئة الله وتوفرها للجميع في أقرب فرصة طبعا الدولة منذ البداية تهدى قرار توفير العلاج مجاني للسعودين وغير السعودين حتى من التي سي لديهم إقامة نظامية وفيما يتعلق اللقاح نفس الشيء سيوفر بشكل مجاني للجميع نرياضي أنضمي لينا عبد المحسن الحربي مراسل العربي عبد المحسن مرحبا بك أولا عبد المحسن ما أبرز ما جاء في ملتقى الميزانية هذا اليوم نعم بالفعل خالد أبرز ما جاء هو الإعلان عن وصول هذا اللقاح كان هناك حديث كبير عن الميزانية وعن الظروف الاقتصادية التي امارت بها السعودية ولكن نحن التواجد هنا في المكان الذي لفت الانتباه بالنسبة لخبره لفت الانتباه بالنسبة لكل مواطنين السعودين وهو وصول اللقاح لقاح كورونا الذي وصل إلى مطار المنك خالد دولي بحسب وزير الصحة اليوم هنا في هذه المنطقة تحديدا الشركة السعودية للخدمات اللوجستية وصل اللقاح في المستودعات المبردة بداخل هذه المستودعات تم تفريغ أول شحنة بحسب المصادر دخلت إلى داخل الرياض حيث سيتم تفريغها في عدد من الأماكن لكن هناك دفعات لا زالت تصل حتى مساء اليوم من المتوقع أن تصل الدفعات وتستمر في الوصول اللقاح الذي يتم تخزينه هنا في أكثر من ما يقارب خمسة إلى ثمانية مستودعات مبردة بشكل مهيئ لهذه اللقاحات لقاح فايزر بيونتيك الذي تم الاتفاق بين السعودية وبين الشركة الألمانية الأمريكية على أن يتم توريده إلى السعودية وهو وصل على أن يتم توزيعه على المواطنين وإعطاء المواطنين والمقيمين في السعودية خلال ثلاثة أيام سيبدأ بعد أيام قليلة عملية إعطاء المواطنين الأكثر حاجة له بحسب الفئات الموزعة عليها ثلاثة فئات الفئة الأولى هي الذين هم أكثر من خمسة وستين والذين هم مرضين مزمن أو أكثر وعدد من الأمراض الأخرى بالإضافة إلى الفئة الثانية التي هي أقل من خمسة وخمسين أو أكثر من خمسة وخمسين وكذلك لديها أمراض مزمنة والفئة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية الذين سيأخذون هذا اللقاح والراغبين في أخذ هذا اللقاح 100 ألف شخص سجل في المنصات الإلكترونية نعم خالد إذن أنت أمام أحد المستودعات للتوضيح المشاهد أحد أمام المستودعات المعتمدة مقبل وزارة الصحة المجهزة أيضا لتخزين لقاح بايزر بايونتيك الذي وصل أو أول دفعة وصول له كان صباح هذا اليوم الأربع لكن لا تعلم ما يجي داخل هذا المستودع مسألة الجاهزية وغيرها من الأمور لاستقبال هذا اللقاح وتخزينه وتبريده الآن كيف سيتم نقل وتوزيع هذه العبوات كمعدد المراكز المعتمدة متى سيبدأ تلقيح الناس أيضا خالد العملية الأصعب في كل دول العالم هي عملية شحن هذا اللقاح ووصوله وعملية نقله العملية اللوجستية بشكل كامل إلى المقرات المعتمدة لكن السعودية خلال الأسابيع الماضية أعلنت أنها مستعدة بشكل كامل لهذه العملية بالأسابيع الماضية كنا بداخل هذا المستودعات بداخل هذا المبنى لنرصد هذه المستودعات المبردة بدرجات حرارة مختلفة سواء لفايزر أو غيره من اللقاحات هناك استعدادات كبيرة في الداخل في الحقيقة لم نستطع الدخول لأن هناك إجراءات مشددة على عملية نقل هذا اللقاح إلى داخل هذه الشاحنات كما تشاهد خالد الشاحنات بعضها تدخل وبعضها تخرج ربما هو مكان لتفريغ عدد من الشحنات سواء اللقاح أو غيره من المواد الغدائية ولكن عملية التفريغ لازالت مستمرة بحسب المصادر منذ صباح هذا اليوم وحتى المساء ستستمر أيضا خلال الأيام القادمة أين ستنقل؟ ستنقل إلى المراكز التي تم اعتمادها لإعطاء اللقاحات لم يتم الإعلان حتى الآن عن عددها ولكن تم الحديث عن أن المناطق الأشد أو الأكثر حاجة ستكون هي في البداية متوقع خلال الأيام القادمة أن تظهر وزارة الصحة وتعلن تفاصيل إعطاء المواطنين هذا اللقاح مائة ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية من مواطنين ومقيمين سجلوا عبر تطبيق صحتي لأخذ هذا اللقاح والأيام القادمة أيضا سيعرفون من خلالها كيفية أخذ هذا اللقاح من هم المختارين من ضمن هؤلاء المائة ألف من الفئات الأكثر حاجة لأخذوا هذا اللقاح كل هذه التفاصيل ستظهر في الأيام القادمة ولكن الأهم من ذلك بكثير هو وصول هذا اللقاح وعملية نقله إلى داخل مندينة الرياض وبعد ذلك التوسع إلى المدن الأخرى شكرا لك عبد المحسن الحربي مراسل العربية كنت معنا من الرياض خلال ملتقى الميزانية التي عقد هذا اليوم وكانت الجلسة الأولى بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين كشف وزير المالية محمد الجدعان عن تفاصيل قرار الحكومة بالحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص وذلك خلال 48 ساعة نظرنا إلى وظائف المواطنين طبعا الموظفين الحكومين موظفين في الحكومة لن تستغني عنهم الحكومة لكن موظف في القطاع الخاص عزمنا على داعم القطاع الخاص ليتأكد من الحفاظ على وظائف السعوديين واطلق تعديل يعني تحدثنا كثيرا عن دينوميكية الحكومة وزير المالية بصفة رئيس مجلس دارة التأمينات الاجتماعية رفع اليوم مثلا خلال 48 ساعة كان صدر قرار تعديل النظام عادة أن يأخذ تعديل سنة في الإجراءات لأن الحكومة كانت جاهزة للتعامل مع العزمة عد للنظام وتم تطبيق التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على وظائفهم وقد أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي مراقبة 218 سلعة حساسة من مصدرها إلى وصولها للمستهلك خلال جائحة كورونا التخطيط الاستباقي متابعة وفرة السلع في الأسواق وفي المستودعات معرفة السلعة الحساسة حددنا 218 سلعة وراقبناها مراقبة من مصدرها للمستهلك فين تستودع كيف تستودع كيف تستخدم وعن عملية نقل المواد التموينية خلال جائحة كورونا كشف وزير النقل السعودي صالح الجاسر عن نقل حوالي 65 طن من المواد التموينية والطبية عبر طائرات الركاب تم تسيير رحلات أو طائرات مخصصة أصلا للركاب لغرض الشحن وهذا وفر طاقة خلال الجائحة تم نقل حوالي 65 ألف طن من المواد التموينية والمواد الطبية عبر الطائرات ميزانيات رشيقة أعلنتها السعودية للعام المقبل 2021 تضمنت خفضا محدودا للإنفاق ليظل قريبا من تريليون ريال لكن مع انخفاض العجز إلى أقل من نصف العجز المسجل خلال العام الحالي لتظل المملكة على الطريق إلى تحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط على الرهم من الآثار الاستثنائية لجائحة كورونا نتابع معكم أبرز أرقام الميزانية مع زميلة ريمان الجار نبدأ مع أرقام ميزانيات العام الجديد 2021 الإرادات المتوقعة عند 849 مليار ريال مقابل إنفاق متوقع هو 990 مليار ريال وهو رقم يقل على الإنفاق الفعلي للعام الحالي كما سنرى لاحقا ما يعني أن العجز المتوقع تسجيله العام المقبل هو حوالي 141 مليار ريال وهو رقم يقل عن نصف العجز الفعل المتوقع للعام الحالي الذي تأثرت أرقامه بشكل كبير بتدعيات جائحة كورونا كيف يقارن هذا بالميزانية الفعلية للعام الجاري 2020 الإرادات عند 770 مليار ريال فيما جاء الانفاق الفعلي في عام 2020 تريليون وثمانية وستين مليار ريال ما يجعل العجز في ميزانية عام 2020 وسط جائحة كورونا يبلغ 298 مليار ريال كما تشاهدون وهو بالطبع يفوق العجز الذي كان مقدرا في بداية العام بسبب ممادرات دعم الاقتصاد التي نفذتها الحكومة لننظر إلى أرقام العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 نجد أن الذروة بهذه النسبة كانت للعام الجاري عند 12% من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى أقل من نصف مقتمئوية بحلول عام 2023 وبتفاصيل أرقام الانفاق منذ العام 2019 وحتى عام 2023 نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستويات تريليونية في عام 2019 وعام 2020 إلى أن يصل الانفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023 ولكن ماذا عن الإرادات خلال هذه الفترة؟ فبعد الهبوط في الإرادات هذا العام مستجائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط تتوقع الحكومة السعودية عودة الإرادات للنمو وبشكل تدريجي ابتداء من العام المقبل حتى العام 2023 عندما ستصل الإرادات إلى 928 مليار ريال وهو مستوى الإرادات الذي تحقق في العام 2019 لنقارن الإرادات المتوقعة للعام الجديد مع تلك المحققة في العام الحالي 2020 هناك نمو متوقع بالإرادات بنحو 10% إلى 849 مليار ريال لتعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي طبعا أسعار النفط لعبت دورا أساسيا بالضغط على إرادات السعودية هذا العام كما نرى فإن متوسط سعر خام برينت سجل تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة متوسط هذا العام لخام برينت يقف عنده 43 دولار للبرميل وقد توقع وزير الماليات السعودي محمد الجدعان أن تتلقى المملكة توزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة بنحو 15 إلى 25 مليار ريال كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية المتضررة من هبوط أسعار النفط الجدعان أكد أن الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل مضيفا بأنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب وأن فرض الضريبة على الدخل ليس أمرا مطروحا وقال الجدعان أن تحويل أربعين مليار دولار هذا العام من المركزين إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان تحويل استثنائيا خلال عام استثنائي مؤكدا أن الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج وحقق ربحا يزيد عن 19% في فترة سبعة أو ثمانية شهر ينضم إلينا من الرياض محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية سيد محمد مرحبا بك معي في نشرة الرابعة أولا كيف تقيم التزام المملكة بكفاءة مالية كما شاهدنا في الأرقام قبل قليل بسم الله الرحمن الرحيم بداية نهنأ خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد وحكومة المملكة على أعلان الموازن المالية للدولة العام القادم 2021 وأيضا تقرير أداء الميزانية العامة لهذا العام ونأمل أن تكون ميزانية خير وبركة على الجميع بشكل عام المملكة دائما في إعداد الموازنات وفي تنفيذها تكون متحفظة إلى حد كبير وتكون الأرقام الفعلية قريبة جدا من الأرقام المحققة إلا لما تكون هناك استثناءات كما حدث خلال هذا العام سنة 2020 بالتأكيد كانت سنة صعبة على جميع دول العالم اقتصاديا وطبيا واجتماعيا إلى آخره مما يعني أن اضطرت الحكومة بسبب ظروف استثنائية أنها ترفع الانفاق على المشاريع الصحية تحديدا وهذا ما أثر على ارتفاع الموازنة الفعلية عن التقديرية للعام الحالي 2020 قليلا طبعا لكن اعتبارا من العام القادم من المتوقع أن نعود إلى الانضباطية التي تعودنا عليها أن تكون الأرقام الفعلية قريبة جدا من التقديرية مما يوضح أن هناك انضباطية كبيرة في الالتزام بالنفقات المحددة في الموازنات المالية وهذا دأبت عليه الحكومة وتحديدا في السنوات الأخيرة لأن هناك حوكمة ومراقبة شديدة على الجهات الحكومية بالالتزام بالبنود المخصصة لها ضمن الموازنات في الانفاق الحكومي عموما جيد استمعت إلى كلام الوزير الجدعاني حول صندوق لاستثمارات العام ربما سأل هنا عن مدى قدرة الصندوق اليوم على سد الفجوة في تخفيض الانفاق الرأسمالية اليوم وهذه الفجوة من السهل بتغطيتها سيد محمد من الصنادق الحكومية وهذا فكرة توسيع نطاق صندوق الاستثمارات العامة في السنوات الأخيرة كما خطط لها سمو ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة ينوع استثماراته وبالتالي على المدى المتوسط والطويل يمثل دخل غير مباشر للدولة ولهذا السبب توقع معالي وزير المالية أنه اعتبارا من العام القادم 2021 من المتوقع أنه تأتي صرف أرباح كعائد للاستثمارات التي تقوم بها صندوق الاستثمارات العامة طبعا توقعها معالي الوزير بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال وقياسا على هذا نتوقع أيضا في المستقبل أنه يبدأ يزيد الرقم بشكل تدريجي قياسا على الاستثمارات الضخمة في الصندوق والتي بالتأكيد أن الأرباح الموزعة تمثل جزء كبير منها بعضها يعاد استثماره حول العالم وبعضها يتم إعادة توزيعه كأرباح لصالح الدولة وهذا هو الهدف الرئيسي لما تنوع مصادر الدخل بشكل كبير لا ننسى أن الميزانية هذه العام خالد حوالي 47% من الإرادات هي إرادات غير نفطية فما بالك لما نحط في اعتبارنا الإرادات التي ستدخل من صندوق الاستثمارات العامة مستقبلا كتوزيعات نقدية تكون مدفوعة بشكل مباشر للدولة وقياسا أيضا على الزيادة المضطردة التي نتوقعها مستقبلا من صندوق الاستثمارات العامة في حال زيادة الأرباح الموزعة للدولة مما يعني أننا خلال سنوات قليلة بإذن الله هيقل اعتمادنا على الإرادات النفطية ويقل تأثيرها إلى أقل من 50% وممكن حتى أقل من 45% أبقى معي سيد محمد خلال اعتماد الميزانية العامة أكد الملك سلمان أن السعودية لم تكن بمعزل عن العالم الذي تأثر اقتصاده بسبب تداعيات كورونا إلا أنه أكد أن رؤية 2030 حدت من تداعيات الأزمة إن المملكة جزء من العالم تؤثر بالأحداث والظروف والعالمية واجتاة التربية ولم نكن بمن عزل على الآثار الأزمة في جانب المالية العامة والاقتصاد فقد أكثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود اقتصاد العالمي خفاظ الطلب الخاص في أسواق النفط التي شهدت خفاظا حادا في الآثار إن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم لأدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي أتخذناها والإصلاحات التي أتت مع قرار رؤية المملكة 2030 الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين كما أكد العاهل السعودي أن الأولوية في الموازنة السعودية هي حماية صحة المواطنين والمقيمين في المملكة والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وقد صدرت توجيهاتنا من تعطى هذه الميزانية الأولية لإحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم مواصلة الجهود الحد من أثار هذه الجائحة على اقتصادنا واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم الخطاعات الخاصة والمحافظة على وظائف المواطنين وتنفيذ البرنامج المشاريع الإسكانية والمشاريع التنموية التي تغفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين أعود إلى محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية سيد محمد استمعت إلى كلمة خدم الحرمين الشريفين وأريد أن أقف عند نقطة بأن المملكة استطاعت أن تحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا بسبب رؤية عشرين ثلاثين هذه الأزمة أزمة عالمية اجتاحت العالم ككل كثير من اقتصادية حتى في الدول العظمى تضررت كثيرا من جراء هذه الأزمة لو لم تتبنى السعودية مشروع كرؤية عشرين ثلاثين سيتكلم على أرض الواقع كيف سيكون عكاسها ماذا سنقرأ من أرقام في ظل عدم وجود هكذا مشروع أول شيء يجب النظر في الاعتبار أنه خلال عام 2020 حدث حدث اقتصادي في الحقيقة كارثي أن أسعار النفط التي كانت المملكة قبل رؤية عشرين ثلاثين كانت تعتمد عليها بشكل كبير كانت الأفرادات النفطية تشكل أكثر من ثمانين أو تسعين في المئة لكن خلال عام 2020 كانت أسعار النفط بالسالب وهذا شيء لم يعهده أي اقتصادي ولم يتخيله أي اقتصادي على الإطلاق ومع هذا تجاوزت المملكة وضع استثنائي لأسعار النفط العالمية في ظل الجائحة بسياسة التنويع الاقتصادي وسياسة الدعم وتقديم حزم تحفيز داخلية دعمت بشكل كبير الأنشطة الاقتصادية وحمت الوظائف أن الحمد لله لا يوجد تأثير على خسران الوظائف كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة التي ارتفعت البطالة عندها من مستويات كانت من أقل من 3-4% إلى مستويات فوق 15% في المملكة لم يكن لدينا أي تأثير إطلاقا على مستوى البطالة إن كان للمواطنين أو بشكل إجمالي أيضا لا ننسى الانكماش الاقتصادي في العالم ككل بعض الدول الاقتصادية الكبرى يعني تعاني من انكماش أكثر من 5-6% خلال هذا العام المملكة تأثيرنا كانكماش اقتصادي متوقع أقل من 4% وكل ذلك السبب فيه برامج الرؤية سيد محمد بمعنى آخر بأن الأثار السلبية ستكون أضخم أكبر لو لم يتم اعتماد مثل هذا المشروع بالتأكيد يعني سياسات التنويع الاقتصادي التي ضمنتها برامج الرؤية السعودية لعب الدور كبير في تحقيق هذا الهدف أيضا حزم التحفيز التي أعلنت أنها حكومة المملكة كمبادرات سريعة كما تطرق لها معالي الوزير خلال 24 ساعة تم اعتماد الغطاء التأميني للوظائف السعودين وتفعيل نظام ساند كل هذه مبادرات لعبة دور كبير يعني في تقليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المملكة وعلى المواطنين بشكل مباشر أثناء الجائحة في الوقت اللي دول كبيرة حول العالم إلى هذه اللحظة تعاني بشكل قوي جدا من انكماش اقتصادي من ارتفاع نسب البطالة إلى حتى الآن يعني الأنشطة الاقتصادية لدى دول كبرى لم تعود كما هو الحال في السابق في الوقت اللي المملكة يعني الحمد لله اعتبارا من الربع الثالث نقدر نقول تجاوزنا الأزمة والحمد لله أيضا أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير جدا في الوقت اللي الدول الكبرى حول العالم حاليا تعاني من موجة ثانية قوية جدا أقوى من المستويات اللي كنا عليها في الربع الثاني من هذا العام شكرا جزيلا لك محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية كنت معنا من الرياض مشرط الرابع مستمرت تتابعونا فيها بعد قليل التحالف يؤكد على أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة وصول أول دفعة من لقاح صباح هذا اليوم وهذه عينة من اللقاح وسعيدين حقيقة بتواجدها وإن شاء الله تكون وصول أول دفعة للقاح كورونا إلى السعودية توزيع خلال ثلاثة أيام ومئة ألف شخص تقدموا للحصول عليك وزير المالية السعودي يكشف تفاصيل قرار الحكومة بالحفاظ على وظائف مواطنها في القطاع الخاص خلال الجائح الملك سلمان يعتمد ميزانية السعودية العامة وتوقعات بنمو يتجاوز ثلاثة في المئة خلال العام القادم الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب ثمانية ملايين حبة كيبتاجون قادمة من تركيا ومنظمة اليونسكو تعتمد الجبال الصناعية أول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكتها العالمية أهلا بكم الجلي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء أفق الخطط المعدة وأكد أن عملية فصل القوات في أبيان وخروجها من عدن تمت من ضباطية والتزام من الطرفين فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهيد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية قد عرضت قيادة القوات قوات التحالف المشتركة لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية صباح الأربعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تشنى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان مشروع كسوة الشتاء بحضور القائم بأعمال السفرة يهدف المشروع للوصول إلى أكثر من 18 ألف عائلة وتحتوي الحقيبة الشتوية على 14 قطعة بالإضافة إلى البطانيات غنوية مع حلول فصل الشتاء يعود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان لتقديم مساعداته الموسمية وتأتي الكسوة الشتوية بعد سلسلة من مشاريع الدعم التي شهدها العام الحالي حيث استجاب المركز خلاله لأزمات اقتصادية وإنسانية عصفت باللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين تسعى المملكة بتجاهيات القيادة الحكيم مع دامها الله ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم ومواصلة تقديم الخدمات اللقاثية والإنسانية والطبية والوقائية ونبدأ هذا اليوم على بركة الله بتدشين حملة كسوة الشتاء التي تقدر بأكثر من 18 ألف حقيبة شتوية غير المراكز الطبية التي تدشين أيضا سيارات الإسعاف في المينيا سلم ثلاث سيارات إسعاف في مستشفى أيضا مستشفى طرابلس مسلمين سيارات إسعاف محمد أحد مستفدي مساعدات المركز السعودي يصف العام الحليب الأسوأ منذ انتقاله للبنان قبل عشرة أعوام وصلت معنا لدرجة الحفظات وصلت معنا لدرجة كيف أدي أقولك على الدكتور إذا مرض تلاقي صعوبة أني أخذه على الدكتور يعني لو ما أنه المساعدات شوية تتجينها يعني أقولك يعني وصلت معنا لمرحلة الأكل لما كانت كورونا ويوزع مركز الملك سلمان هذه المساعدات الإنسانية لكافة مستحقيها بالتنصيق مع جمعية الغنى العيال المتوسطة يعني بدون يطلبوا ومستحيين وفي ناس حتى ما بيطلبوا فهولا نحن كتير منسعى أنه نوصل لألون لأنه مثل ما عارفة بلبنان يعني وضع الاقتصادي جدا صعب بدأ المركز عمله في لبنان منذ ثلاثة أعوام نفذ خلالها عدة مشاريع إنسانية وإغاثية في كافة المناطق اللبنانية يواصل مركز الملك سلمان تقديم مساعداته المبنية على دراسات ميدانية للاطلاع على احتياجات البلدان التي يعملوا فيها وتلبية متطلبتها غنوية تيم العربية بيروت في جدها أحبطت الجمارك السعودية تهريبة أكثر من ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف حبة كيبتاجون قادمة من تركيا وتم ضبط الكمية ضمن إرسالية جريش في ميناء جدة الإسلامي وبيّنت الجمارك أنه تم القبض على مستقبل الكمية داخل السعودية وعددهم ثلاثة أشخاص أحدهم سعودي واثنان يحملون الجنسية السورية من الرياضي أنضم إلينا عبدالعزيز الصبيح مدير عام التحريات والتحقيقات في الجمارك السعودية سيد عبدالعزيز هياكلم معي في نشرة الرابعة أولا نحدثنا عن تفاصيل هذه العملية وهل هي العملية الأكبر التي تم كشفها في الجمارك مساء الخير أستاذ خالد ومساء الخير للمشاهدين جميعا التفاصيل الضبطية وردت وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي الإرسالية كانت كبيرة نوعا ما بناء على مؤشرات الاستهداف لدينا كانت الإرسالية محن الخطورة قبل وصولها للميناء مباشرة فور وصولها تم إجراء التفتيش الدقيق عليها بكافة الوسائل الموجودة لدى الهيئة العامة للجمارك منها التفتيش بالأشعاء التفتيش أيضا بالوسائل الحية بعد ذلك وحيلت بعد ما تبين وجود اشتباه فيها وحيلت إلى المعاينة اليدوية وفور اكتشاف المضبوطات وعيدة الحاوية على حالها والإرسالية كاملة هناك تنسيق عالي مع المدير العامة للمكافحة المخدرات كالمتبع تم تمرير الحاوية للداخل عن طريق المدير العامة للمكافحة وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لكن هذا العدد ليس الأكبر في ضبطها واحدة يعني وصلنا إلى 25 مليون حبة وصلنا إلى 19 مليون حبة في قضية واحدة ما زال الأعداد تريدنا بكثرة لكن الحمد لله على حدود هذا الوطن الأبطال قادرين يتصدي لكلها المحاولات المناشية إرسالية كانت جريش أو الشيء صح؟ جريش صحيح هنا سلوء سلوء يعني هي ضمن أحد الأساليب المبتكرة من قبل المهربين سيدة عبدالهزيز والله الأساليب متنوعة متجددة باستمرار في كافة الإرساليات تقيبا وكثير من الإرساليات التي تريد المملكة ضبطنا في مواد غذائية ضبطنا في ملابس ضبطنا في معدات ضبطنا حتى في ألعاب أطفال الأساليب تتغير لكن نحن أيضا نتطور نطور من أساليبنا نطور من قدراتنا نطور من تنسيقنا مع الجهات المعنية لدينا أيضا نطور من مصادر المعلومات لدينا فإن شاء الله نحن قادرين حول الله وقوته بالجهود بعد توفيق الله ثم توجيهات القيادة في هذا البلد قادرين يتصدي لكل هذه المحاولات إن شاء الله مثل هذه العمليات تكون في قبلها تنسيق معلومات مع جهاز مكافحة المخدرات مثلا سيد عبدالعزيز طبعا فيه تبادل معلومات على المستوى عالي مع المدير العام المكافحة المخدرات في بعض الضبطية يكون فيه فعلا معلومات مسبقة هنا معلومات مصادر يعني معلومات مصادر المتاحة أو حتى بالتعاون مع الجهات المعنية أيضا لدينا معلومات مسبقة حين من مؤشرات الاستهداف التي لدينا عندنا جهة في الهيئة العامة من الجمارك مركز الاستهداف لديه مؤشرات خطورة تتجدد وتتحدث باستمرار بناء على التغذية الراجعة من المؤشرات السابقة وبناء أيضا على الضبطيات التي تتم جديدة هناك محاولات من أساليب التهريب ليست فقط أساليب في الإخفاء هناك أساليب في تغيير معلومات الإرسالية كتغيير بلد المنشأ تغيير خط السير لكننا المؤشرات التي لدينا لا تعتمد فقط على معلومات محدودة لدينا عشرات المؤشرات وتتطور وتتحدث باستمرار أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معي من الرياض عبدالعزيز الصبيح مدير عام التحريات والتحقيقات في الجمارك السعودية اعتمدت منظمة اليونسكو أمس الثلاثاء مدينة الجبال الصناعية كأول مدينة التعلم سعودية ضمن الشبكة العالمية لمدر التعلم الجبال الصناعية تميزت باستخدام تقنيات التعليم الحديثة على أوسع النطاقات إضافة إلى فاعليتها في تعبئة الموارد المختلفة لكافة القطاعات بهدف تشجيع التعلم الشامل والمستمر نضم إلينا من الجبال سالم الراجح مراسل العربية سالم مرحبا بك بناء على ماذا تم اختيار الجبال وفق هذا التصنيف الآن في اليونسكو مرحبا خالد كما ذكرت تم اعتماد مدينة الجبال كأول مدينة التعلم سعودية في اليونسكو نستغل الوقت ونطرح كافة أسئلتنا على الدكتور مرحبا دكتور علي مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبال بالبداية نرحب بك دكتور ودنا تعرفنا أكثر على مصطلح مدن التعلم اللي أعرف أنا أنه مصطلح التعلم أوسع ممكن من مصطلح التعليم عرفنا أكثر على هذا المصطلح أولا نرحب بقناة العربية في مدينة الجبال الصناعية مدينة التعلم السعودية الأولى ونرحب أيضا بمشاهدين الكرام حقيقة مصطلح التعلم هو مصطلح أشمل وهو عبارة عن تلقي المعرفة بشتى الوسائل سواء عن طريق التعلم أو التعليم أو الخبرات أو الدراسة المهنية أو خلافة فهو مصطلح أشمل يؤدي إلى زيادة المعرفة الإنسانية وأيضا يمتد طول عمر الإنسان فمصطلح التعلم هو مضلة كبرى للتعليم وخلافة إذا تكلمنا عن المميزات المتواجدة في مدينة الجبيل والتي أهلتها للدخول في اليونسكو كأول مدينة التعلم السعودية أعطينا أبرز هذه المميزات حقيقة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده العمين أولت التعليم اهتمام كبير وكما نرى بالأمس صدرت ميزانية المملكة العربية السعودية وكان النصيب الأكبر للتعليم والصحة وهذا يدل على اهتمام الدولة والله الحمد بالإنسان قبل أي شيء نحن لدينا والله الحمد في مدينة الجبيل الصراعية البنية التحتية المميزة التي تضمن ولله الحمد أن يقتمز على عملية التعلم بشكل جيد هناك العديد من المدارس هناك العديد من الكليات والمعاهد وأيضا الخدمات المتوفرة التي تضمن انتشار التعليم والتعلم بين أفراد المجتمع ما هي الأشياء التي توفر معرفة حتى خارج البيئات التعليمية التقليدية يعني خارج المدرسة والكلية حتى أهلة الجبيل الدخول كمدينة التعلم نريد الأشياء التي تتعلق بالمجتمع يعني خارج المدرسة والجامعة حقيقة رحلة الحصول على مدينة التعلم الأولى بالسعودية لم تكن سهلة نحن بدأناها من سنتين وهناك معايير شديدة جدا للحصول على هذه المميزة أمضينا خلال هذه الفترة ورش تعلم كثيرة وحضرت إلينا وفود من اليونسكو لتقييم المدينة حقيقة ولله الحمد ما لمسته اليونسكو في مدينة الجبيل الصناعية أحلها للحصول إلى هذا الإنجاز ولله الحمد التعلم بشكل عام هو يهدف إلى التنمية المستدامة للفرد ونقل المعرفة من فرد إلى فرد بحيث يصبح الشخص هو الشخص الناقل للمعرفة أيضا يضمن مجتمع معرفي متكامل بدوره يؤدي إلى ولله الحمد عائد أكبر للبلد بشكل كامل جيد إذا تكلمنا على الأثر يعني ما هو فائدة دخول الجبيل كمدينة تعلم سعودية في اليونسكو ما هو الأثر هناك أثر كبير حقيقة فهو يضمن تميز هذه المدينة تعليميا وأيضا تعلم الأفراد مدى الحياة التعليم المستمر للفرد التدريب المستمر للفرد أيضا خلق مجتمع معرفي متكامل هذه الظروف كلها تؤدي بالله الحمد إلى عائد على مستوى الدخل القومي والناتج القومي للبلد بشكل كتام كما تساعد أيضا على التحول إلى ما يعرف بالاقتصاد المعرفي هذه من أهم الأمور التي يجب أن يتحول البلد بشكل أكبر أيضا مدينة الجبيل الصناعية الآن ستكون بمنشئة الله هي نموذج سيحتذي بها المدن السعودية الأخرى ونتمنى أن يكون الأمر بمنشئة الله أن نصبح دولة تعلم وليست مدن تعلم فيما بعد بمنشئة الله شكرا جزيلا دكتور عالي خالد كنا معكم من مدينة الجبيل للحديث حول انضمام الجبيل كأول مدينة تعلم سعودية في اليونسكو بقي أن نشير أخيرا خالد إلى أن السعودية في الفترة الأخيرة حرصت على التواجد في اليونسكو سواء من خلال ممثليها أو حتى من خلال تسجيل أكبر عدد من المبادرات والمنظمات أو حتى المواقع التراثية شكرا لك سالم الراجح مراسل العربية من الجبيل الأخبار الرياضة مع زياد فضل زياد شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدين الكرام فازت الدوحة القطرية بحق استضافة دورة الألعاب الأسيوية عام 2030 متقدمة على ملف الرياض التي ستنظم نسخة العام 2034 بعد تصويت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي وبعد اتفاق تم التوصل إليه برعاية رئيس المجلس الأولمبي الشيخ أحمد الفهد يضمن للخاسر استضافة الدورة التالية يلتقي في هذه اللحظات فريقاء ضمك والتعاون ضمن دورة 16 لمسابقة كأس الملك في السعودية النتيجة مع نهاية الشوط الأول تشير إلى تقدم التعاون بهدف مقابل لا شيء وفي المباراة الثانية يلتقي اليوم الشباب مع القادسية في مباراة رد الاعتبار للفريق العاصمي أمام الفريق القدساوي الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة هذا الموسم وكانت في الجولة السابعة من مسابقة الدور السعودية لكرة القدم وسيكون النصر على موعد مع ضيفه فريق الرائد ويحتل النصر المركز ما قبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد أربع نقاط متساويا مع ضمك صاحب المرتبة الأخيرة في قمة الجولة الثالث عشر من الدور الإنجليز الممتاز لكرة القدم يلتقي الليلة ليبربول مع ضيفه توتنم ويتصدر توتنم جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ليبربول آخر مباراة بين الفريقين انتهت بفوز فريق المدرب يورغين كلوب بهدف وحيد معظم لاعبي ليبربول غير مصابين ذندايك مصاب وهو لاعب جيد جدا بالطبع لكن أعطني قائمة إصابات ليبربول وقارنها بين اللاعبين الجاهزين ستجد أنه لا يوجد مشكلة يمكنني أن أعطيك قائمة بالإصابات في توتنام ومع ذلك لدينا قائمة باللاعبين الجاهزين هناك إصابات عادية هذا طبيعي وكل ناد يعاني من إصابات بين الحين والآخر والإصابة الوحيدة المؤثرة في ليبربول هي فاندايك إنها مباراة كأي مباراة لن نغير فيها فلسفتنا نحن لا نغير رغباتنا نريد الفوز سنذهب إلى هناك لمحاولة الفوز بالمباراة إنها الطريقة التي نفكر بها هذا الموسم لا يتعلق الأمر بصدارة الدور أم لا الأمر يتعلق فقط بالذهاب إلى هناك للفوز نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة ومباشرة أعود إليك خالد كشف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان أن هيئة التراث سجلت خط أنابيب النفط القديم في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعية متسجيله رسميا في السعودية مقدما شكره لوزير الطاقة ولشركة أرامكو السعودية على ما وصفه بالتجاوب السريع لإيقاف أعمال إزالته لما يمثله من أهمية تاريخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دخلت السعودية عصر المشروعات الكبرى في ظل رؤية عشرين ثلاثين لتغير وجه الاستثمار والسياحة في المملكة مشروع البحر الأحمر الذي يغطي مساحة تعادل ثلاثة أرباع مساحة سويسرا سيجعل من الساحر الغربي للسعودية ومن الجزر المقابلة له وجهة عالمية لسياحة المستدامة توفر خمسة وثلاثين ألف وظيفة ومصدر دخل جديد للمملكة المستقبل يطل على السعودية عبر بوابة البحر الأحمر من خلال مشروع سيعيد ترتيب خريطة السياحة والضيافة العالمية هو مشروع البحر الأحمر الذي يسعى لإعادة تعريف الرفاهية المستدامة إحدى تجليات رؤية عشرين ثلاثين وأحد مشاريعها انطلقت فيه أعمال البناء ماضياً قدماً حاملاً معه آمال وتطلعات وطن يخطو بكل ثقة نحو مستقبل اقتصادي واعد وأكثر تنوعاً فالتنوع الاقتصادي هدف استدعاتيجي لحكومة المبلكة لم تأل جهداً في سعيها إليه وتحقيقه لمصلحة الوطن والمواطن اليوم وغداً مشروع البحر الأحمر سيوفر سبعين ألف فرصة وظيفية بين خمسة وثلاثين ألف فرصة وظيفية مباشرة وخمسة وثلاثين ألف فرصة وظيفية غير مباشرة هذا عند الانتهاء من المراحل المشروع في عشرين ثلاثين وبالرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة سيدخل الاستثمار الأولية في المشروع إلا أنه سيفتح المجال لجلب استثمارات مباشرة وجديدة من أبرز الشركات العالمية إلى السعودية ما سيعظم مكاسب المملكة الاقتصادية هناك العديد من الاستثمارات الخارجية التي نطمح للاستقطابها أحد الأمثلة هو التوقيع عقد المرافق الذي استقطب مجموعة من الاستثمارات الأجنبية لمشروع البحر الأحمر والاستثمارات الداخلية مشروع البحر الأحمر سيوقظ صناعة سياحية وطنية اعتادت أن تخبئ جمال لآلئها الطبيعية في طيات الكثبان لتستفيق وتكشف للعالم عن سحر خلاب لم يفسده الإنسان تطمح الرؤية إلى رفع حصة القطاع السياحي من نحو ثلاثة في المائة حاليا إلى عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 وسيكون لمشروع البحر الأحمر دور محوري في ذلك من خلال الجذب نحو مليون سائح سنويا مشروع البحر الأحمر هو من المشاريع الأولى التي سيتم الانتهاء منها والمرحلة الأولى ستكون في 20-23 عند الانتهاء من هذه المرحلة سيتم توفير 3000 غرفة فندقية سيتم توفير العديد من المرافق المجاورة لهذه الفنادق وسيتم توفير العديد من الفرص الوظيفية لمشاركة أهالي المنطقة ومشاركة المواطنين في هذه المرحلة الأولى مشروع البحر الأحمر لا يسعى فقط لإعادة تعريف السياحة الفاخرة المستدامة أو إعادة صياغة حدودها فحسب بل يهدف إلى لعب دور في عملية تحول طموحة تعيشها المملكة اليوم نحو غد أعظم في السعودية أيضا يشرف مركز الإسناد والتصفية على إنفاذ مهام التصفية والبيع من خلال الإشراف على المزادات بالتعاون مع مزاودي الخدمة مزاد بوابة الحرمين كان الوجه الرابع عشر من وجهات مركز إنفاذ حيث يسهم المركز في تسهيل عملية التصفية والبيع في مختلف مناطق المملكة المزيد مع عبدالواحد الحميد هذا المزاد يعرض عقارات يشرف على بيعها مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وهو جهاز حكومي يسرع من عمليات التصفية والبيع بالتعاون مع مزاودي الخدمة إنشاء المركز لأهداف التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص دور المركز هو الإشراف والمتابعة على أعمال التصفية عن طريق القطاع الخاص قام مركز إنفاذ بالإشراف على أربعة عشر مزادا في سبع مدن مختلفة بقيمة تصل إلى مائتين وأحد عشر مليون ريال ويعتمد المركز أكثر من ثمانمائة وثمانية عشرة منشأة في مجالات عقارية مختلفة فيما يخص أعمال التصفية أو البيع تنظيم وما يسند إليه من الجهات الحكومية وإسناده إلى القطاع الخاص في نطاق عمل التصفيات أو البيع يساهم المركز بعمله مع الجهات القضائية والحكومية على سرعة تحصيل الحقوق وأهمها استفاء حقوق الورثة والدائنين من خلال الإشراف على أنشطة التصفيات من جدة عبدالواحد الحميد العربية أخبار التقس الآن مع لميس إبراهيم أهلا بكم مشاهدينا حالة التقس الخاصة باليوم الأربعاء نبدأها من المملكة العربية السعودية حيث يستمر تأثر العديد من المناطق في المملكة بأحوال جوية غير مستقرة تصل إلى جدة ومكة المكرمة وحفر الباطل وتصبح الفرصة مهيئة لتساقط الأمطار الرعدية كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويطرأ نشاط على سرعة الرياح أما في العاصمة الرياض فالتقس يكون غالبا صافي وتكون درجات الحرارة في أوائل العشرينات المئوية فيما تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات ونسب الرطوبة تزيد عن العشرين في المائة وتكون حركة الرياح متوسطة وفي مكة المكرمة الأجواء هذه الليلة تكون غائمة مع احتمال تساقط الأمطار الرعدية ودرجات الحرارة تكون في أوائل العشرينات المئوية حركة الرياح متوسطة ونسب الرطوبة ترتفع لتزيد عن الخمسين في المائة وفي السوداء يكون تقص غائبا غائم وتكون درجات الحرارة في أواء العشرينات مئوية يطرأ عليها المزيد من الانخفاض ليلا يتصبح دون العشر درجات مئوية ونسب رطوبة تزدى على 30% وحركة الرياح تكون من خفيفة إلى متوسطة وإلى الإمارات وتحدن دبي الأجواء صافية ودرجات الحرارة في أواء العشرينات مئوية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات فيما تكون نسب رطوبة مرتفعة بحيث تزدى عن 50% مع حركة الرياح من خفيفة إلى متوسطة هذا كان كل ما لدي شكرا لحسن المتابعة نختم بالعناوية أول دفعة من لقاح صباح هذا اليوم وهذه عينة من اللقاح وسعيدين حقيقة بتواجدها وصول أول دفعة للقاح كورونا إلى السعودية التوزيع خلال ثلاثة أيام ومائة ألف شخص تقدموا للحصول عليه وزير الماليات السعودية يكشف تفاصيل قرار الحكومة بالحفاظ على وظائف مواطنيها في القطاع الخاص خلال الجائح الملك سلمان يعتمد ميزانية السعودية العام وتوقعات بنمو يتجاوز ثلاثة في المئة خلال العام القادم الجماركة السعودية تحبط محاولة تهريب ثمانية ملايين حبة كيبتاجون قادمة من تركيا ومنظمة اليونسكو تعتمد الجبال الصناعية كأول مدينة تعلم سعودية ضمن شبكتها العالمية نهاية الرابعة شكرا للمتابعة وإلى لكم اشتركوا في القناة